موسيقى بصورة ممتازة ولليوم الثالث على التوالي تسير امتحانات الشهادة الثانوية العامة دورة يوليو 2018 وتمضي في جو يسوده الهدوء الناتج عن دقة التنظيم الذي دأبت الجهات المسؤولة على توطيده قبل بدء الامتحانات هذا التنظيم يتمثل في رقابة المترشحين من الطلاب وتفتيشهم عند البوابات الرئيسية للمراكز وهذه المهمة اوكلت لرجال الامن المتوزعين عند المداخل الرئيسية والنقاط الهمة داخل المراكز وبالتالي لا مجال للثغرات التي من شأنها الاخلال بسير الامتحان او عرقلة مجرياته ما خلف هذا التنسيق حالة من الانضباط الذي بصدده الممتحنين حتى الان الدقة في التنظيم والرقابة العالية وخلو الامتحانات من الحالات المخالفة تؤكده شهادة منسق الهيئة الوطنية لتنظيم الامتحانات أبكر حسب الله أولا بالأولا بالأولا بالحكومة تدور الانتحانات تكون إن شاء الله في كل كوندسيون الواجب وإن شاء الله من أول يوم تشوفونا في سنترول نودو أجاننا بسوء أرجو انتعلك بالأولا بالطور فالانتحانات ينطلق الجزية السابقة الحكومة شقا للدورات نتبقها في اليوم الأول نترد في كندداء الوادين ينتهون في أخواتهم ووادين قد ناس هذا هو شقا أننا نرى ما هي شيء واجب ونجبنا بمؤمدنا إن شاء الله ما أعجب نفتشوا الوادين ينتهون في كندداء آخرين شقا آخر هام شمله التنظيم وهو وجود فرق من الشباب والسيدات يقدمون الإسعافات الأولية للحالات الطارئة التي قد تحدث بين فينة أخرى كحالات الإغماء عند الفتيات خصوصا وهذه الحالة تؤكد ذلك وفي حال استعصاء الحالة لا سمح الله تستدعى سيارة الإسعاف لتجاوز الحالة لدى المريض أو المصاب وتقديم العلاج اللازم له إذن الوضع بصورة عمومية مستتب حتى الآن ولا مجال للهفوات أو الحالات المخالفة في ظل التنظيم الذي فرضته هيئة تنظيم الامتحانات كما أن سير الامتحانات في بقية المراكز على كافة الأراضي الوطنية تسير بشكل طبيعي دون أي عوائق أو مشاكل لا تذكر بحسب ما يتواتر من هناك ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر